مشاهدة الكرام حياكم الله معنا مجدداً وهذه الحلقة من برنامج عداً ونقداً مع الشاعر سعيد بن عبدالله العلياني حياك لأبو زياد الله يحييك طال أمرك وسلمك أبو زياد عندك نص أظن تحت عنوان قبائل قبائل بعضها من بعض أي قبائل نعم من بعض قبائل من بعض قبائل من بعض نعم هذا عنوان نص هذا عنوان جديد أعطني من ستة بيات سبعة بيات يالله يا دايم ولا غيره يدوم لا صكة الأبوام من صك بابه ياللي بيدك الرزق ماطة ومقسوم ولكل مخلوق النصيب منها بابه تدلني وابني تماثيل وعلوم قمة كلاماً يفتخر من بدابة حنا عرب ولنا تقاليد وسلوم تاريخنا يعرف ويحسب حسابه حكامنا السعود والشرح مفهوم أهل الأدالة والولاء والمهابة في عهدهم من أتز والدرب مرسوم والشعب شيباناً تعلم شبابه صحيح جبائلاً من بعض ما حمل القوم حسب العلاقة وصله والقرابة والقرابة صحيح حسب العلاقة وصله والقرابة كلنا مرتبطين بالأسر طيب أنت تناولت في القسيدة هذه تتكلم عن عن نحنا يعني سعودي عن شعب المملكة صحيح نعم صحيح أن نحنا كلنا أخوان صح وكلنا أصلنا واحد ويعني كأنك تحثنا على الوحدة أكثر صحيح نعم في هذا النص وكعادتك في نصوصك دائما تبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى نعم وعندك بيت ما دام قلت يا الله يا دايم ولا غيره يدوم لصك تلبوا بما صك باب مصك باب هذا المعنى تناوله شعاره قبلك كثير جداً نفس الفكرة لكن أنا أقول والله أني معجب فيه والله أي شيء في ذكر الله سبحانه وتعالى أني أنا معجب فيه لا بنت يعني عندك بيت جزل عندك بيت جزل وجميل جداً تقول الشرع يمضي بين حاكم ومحكوم ومحكوم على كتاب الله ونهج الصحة نعم بيض الله وجهك صح وسانك وجهك عندك تقوله وقبيلة الرجال تيجان ونجوم تيجان ونجوم ونجوم نعم ومثين نجم ساطر يقتدابك قبيلة الرجال تيجان ونجوم ومثين نجم ساطر يقتدابك طيب أنت قلت قبيلة الرجال تيجان ونجوم نعم يعني نعتبرها دعنا نقول قبيلة الرجال بلاش تيجان ونجوم طبعا تيجان ونجوم رتبع نعم قبيلة رتبع عليه يفتخر بقى نعم طيب مرة ثانية قلت ومثين نجم ساطر يقتدابك يعني بالنسبة لأ لا أقصده قبيلتك تيجان ونجوم وأنت نجم أيضا لا تقول ومثين نجمة ساطة عن يختداب تتكلم عن القبيلة القبيلة نعم طيب ما نتكلم عن القبيلة كيف خليت القبيلة نجم يختداب هنا السؤال والله أنا احتمال هل القبيلة قدوة لا أسمح لي ترامك تيجان ونجوم أنا غزيت في البيت هذا إلى التاج والنجمة رتبة يفتخر رتبة أنا ما أعترف على هذا أنا أسمح لي ترامك ومثين نجم ساطة نجم سهيل طلعت إلى نجم آخر غير نجوم الرتبة ونجم سهيل طيب النجوم ما تسف السماء لا أنا شكلت الرتبة لأسكرية نجم تيجان ونجوم شوف تقول تيجان ونجوم ومثين نجم ساطة ما كفاني المعنى ذلك قلت لا بدني أحط المعنى الآخر تضمينا أنه مثل نجم سهيل القبيلة نعم ما أختلف وأنا متفق مع النجم هنا غير والنجم هنا غير أنا ما أختلف معك أنت في هذا البيت تمدح القبيلة تقول أن الرجل قبيلة عنده مثل الرتبة يفتخر بها أو مثل التاج أو على راس التاج يفتخر بها هذا كلام عادي أو مثل سهيل ما علينا مشكلة لكن عجز البيت تقول ومثين نجم ساطع يقتداب ليش خليت القبيلة هنا موضع قدوة ليش القبيلة قدوة هنت جاوبني على سؤالي مثين نجم ساطع أنت قاعد تفكر فيها يا سعي طيب هذا القبيلة يقتداب هذا القبيلة ممكن تكون مختية قبيلة كاملة أحيانا نعم فرد واحد يخطي أحيانا ممكن نعم ممكن أحيانا ممكن ولا أنت مع اللي يقول أنا مع القبيلة نخطط نصاب ممكن يقول مع ربعك ايش هو يقول ايش يقول مع ربعك مخطي ولا لحالك مصيب طيب هذا منهج جاهل يعني طيب عندك في بيت تقول في تقديرهم فرضا علينا ومحتوم اللي هم القبيلة القبيلة نعم ما عندنا مشكلة الواحد يقدر ربعه نعم صحح كل واحد يقول ربعه عراسي وتقدير الناس كلهم عام مطروب نعم صحح ورجل بلية ربع وش يمبغابه الله نعم كلام صحح يعني ايش يد وحده ما الصفك رجل بلية ربع وش يمبغابه قصتك انت ما له تقدير ما له فائدة ما منه فائدة ما له تقدير لا مو تقدير رجل بلية ربع ما منه فائدة ما منه فائدة شخص واحد حتى لو يعني طلبت منه مساعدة أو طلبت منه شيء مالي أو حضور أنا أذكر اسمح لي بس في نقطة جزئية الكرة الآن إنه هذا أنا استقيت بيت هذا من كلمة الوالد رحمة الله عليه أبوي الوالد الله يسكني جنة كان يقول إنه القبيلة قبيلة الرجال هم درعها الضافي هذا صحيح وكان من ضمن كلام رحمة الله عليه إنه حتى لو مات الواحد لو مات يجون يدهنونك ويعزون عليك وهم قبيلتك هذه طيب لو ما عندك قبيلة ما الذي يدهنك ما الذي يدهنك ويحضر عندك ويعزي يدهنونك الجيران طيب هيا شو شو طيب اسمعني بس أنا في قضية أنا في قضية واحدة يا أخص عيد نعم تقول رجلا بلية رابعة وشي مبغابة هنا تعبير وشي مبغابة هذا مشكلة يعني كأنه ما لقيمة أو ما لتقدير خاصة عندك أنت كان متحدث بالعكس في ناس كثيرين ما لهم قبيلة وحنا نقدرهم ونعزهم يا شخص واحد أنا أتكلم عن واحد يعني أسألك سؤال إذا كان شخص ما لقبيلة لا ترى ما أقصد الكلاما هذا الآن أقصد عنه في ناس الآن يعني ناس يشذ من القبيلة طيب بس أقصر اسمح لي لو قلت يشذ من القبيلة يصير الحال يقول اسمح لي يقول أنا عندي منوس وعندي وظيفة ما أبغى قبيلة ما أعدى استغني يعني هذا هو الكلمة طيب لو قلت طيب بشترأك أنت لو قلت رجل بلية ربع محدن درابة يعني أنت بغاك تتناول جزئية أن الإنسان اللي ما لعزه وما حد يقدر محدن درابة برضو ممتاز يعني هذا على جزئية أن الرجل اللي ما لعزه وما حد يقدر ممتاز ممتاز ممكن يكون أفضل من ممتاز وش ينبغاب بس الكلمة اللي جبت هنا كان فيها نوع فيها حدة شوية كلا طيب الشاعر سعيد بن عبدالله العلياني عندك نصف عنوان هالجوال الصامت نعم أظنعها معلش أستاذنك بس في المفردات القصيدة هل فيها تجديد أو لا تجديد أي قصيدة هذه الجوال طيب عطنا منها بيات وأنا أقول لك لا هو جس الفكر قل لي الله على بابك والناس بحل المنام ولا بعد قامت سجن نفس في الطبيعة واختر أصحابك لجوادنا فرحبهم وابعد عن الشامت واختر خوية مناسب وحسب حسابك وانصرت في البر جوالك على الصامت في ضل سدر عليها العصب متشابك والشمس وقت الغروب ولا بعد غابت في وادين فيه محضن قال واش جابك فيه النفل والخزام والزهر نابت صحيح سانا قصيدة جزلة مشاعر جزل فيها فيها بعض الصور الحلوة تقول في وادين فيه محضن قال واشجابك فيه النفل والخزام والزهر نابت أنا عجبتني خذية في وادي في محدنقال وجابك لأن الآن أكثر الأماكن تجي على مستوى المعنى يعني مضمون البيت وتلقى ناس يقول لك لا والله هذا ممنوع هذا ممنوع هذا ممنوع وانت عبرتها أنا بطريقة في وادي في محدنقال وجابك فيها النفل والخزام والزهر نابت هذا منظر جميل فيه وصفت هذا الوادي أولا أنه متاح للجميع وفيه حرية ثانيا أنه روض أخضر روض أخضر نعم ثم عندك تعبير أعجبني والله اللي تقول والشمس وقت الغروب ولا بعد غابت هذا وقت جميل جدا هذا الشفق وقت الغروب ولا بعد غابت صورة حلوة وبيضة الله وجهك صح حلسانك نبدأ في القسيدة تقول في أحد الأبيات سجن عضني البيت الثاني سجن نفس في الطبيعة واخترص صحابك طيب تبغى أنت يتمشي على الطبيعة سجن نفس في الطبيعة واخترص صحابك هذا البيت في ملاحة نقول سجن نفس أنكسر البيت صح نقول سجن نفس نعم هي المفروضة ليسجها وشي ما هي النفس نعم هو النفس أنا النفس نقول سجن نفس أنكسر البيت ونقول سجن نفس غلط المعنى مش حق والله يشرف أولاً القصيدة أنا بنتها على لا صرت في البر جوالك على الصامت هذه هذه معنى القصيدة ليش بنتنا القصيدة على الكلام هذا إحنا كنا في رحلة وكذا فقلت الأخوان اللي كانوا معنا صامتوا جوالك صار البيت لا صرت في البر جوالك على الصامت وقلت هنا قلت لا صرف البر تقول لك على الصامت فبنين القافية على ضوء العبارة هذه سج النفس ايه هنا سج النفس لو قلت سج النفس سج النفس الصح نقول سج النفس كويس انك ذكرتني ابو مشاري في الموضوع هذا الآن احنا في بعض المناطق المرتفعة يصير ما عندك نفس ما عاد تقدر تأخذها وتعطي حوو تنزل مثلا تنزل تهامة مثلا تنزل تهامة على الساحل يجيك اكسيين سارفيه نفس النفس انت تبقى على سج النفس ولا النفس لا النفس التنفس طيب سج النفس انت قلت في الطبيعة ايه في الطبيعة ما متهامة والله ما منها مهرب هذه ابو والله هذه ابو مشاري لك هذه مترك ابو مشاري لا بدنا رضيك طيب طيب بيض الله واجهك لاحنا نبغى نرضيك انت ان شاء الله نرضي المشاهدين نرضي الشعر ونكون ان شاء الله في مستوى من يتابعنا رغم النقد الريحية موجودة والله لا ما يحتاجها هذه وجهة نظر طيب عندك نص ثاني انه هو راجع حسابك يالله يا مطلوب يا رائي الحق المبين محكم الآيات ومرتب ان ترتيلها دلنا للحق واجعل لنا دنيا ودين وكفنا شر اللي يالي ومن تاويلها بعدها بقول قوله ان يسر السامعين يرضي الخطر ويقدر على تعديلها والنصيحة ترضيها للعقول الفاهمين كلنا نتعب على شأنها ونجيلها صحر سانك الشاعر صعيد بن عبدالله العلياني شاعر جزل بسرد عليك الأبيات الجزلة في هذه القسيدة كلها أبيات جزلة تقول النصيحة ترضيها للعقول الفاهمين كلنا نتعب على شأنها ونجيلها ايضا الله وجهك صحر سانك التسامح والرضى من صفات المؤمنين والفتنة نقطع محاصيلها ونزيلها صحر سانك تقول السعد والخير للعالم المتعاونين والمشاكل قصرها خير من تطويلها صحر سانك هذه ما زلت في صرد حكم جميلة بطريقة يعني جيدة جدا تقول وانت عاوننا على البر والتقوى نعين وانتبرقنا تشد المشاكل حينها صحيح بيت الجزل تقول انتبه لا تضرب الناس بالجنب المتين المتين حلساس المشكلة قبل ما توشيلها صحر سانك تقول وانجهلت انشد كبار الرجال العارفين لا تميلها على ناس ما تقولها ما تقول النصيحة وما هي كفولة بيض الله واجهك صحر سانك برضا من البعات الجيدة تقول من قسى قلبه ولو طالت أيامه يلي هذا تعبير جيد 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 من قسى قلبه ولو طالت أيامه يلي غصب والأيام كفيلة بها الله دعم كلام صحيح من قسى قلبه ولو طالت أيامه يلي اذكر المولى وراجح سابك كل حين دعم توقف عند الأبيعات هذه صراحة تقول اذكر المولى وراجح سابك كل حين روح ما تعرف محاصيلها يا ويلة يا ويلة الله يبيض ورجعك صحر سانك صحر هذا تعبير تناولناه قبل كذا عموما هذه القصيدة جزلة صحر سانك وتركيبها جزل ونشوف القصيدة اللي بعدها لحياة البادية الله نعم نعم يالله يلي له عباده وطاعه يباري يدينا على خمس الأركان تدلني هرقين يجمل سماعه هرقين جميلة منصف قلب ولسان الناس في الدنيا مثال الوداعه لو طالت الدنيا كما يعيش الإنسان لكن عندي تجربة عن قناعة متفاهمين أننا طبعها عبر الأزمان عنا بدون من الكفنون الشجاعة ومن غيرنا حضرا وقرون وتهمان صحر سانك قصيدة جزلة فيها تقول الناس في الدنيا مثال الوداعه لو طالت الدنيا كما يعيش الانسان وهي في إطار الحكم اللي انت دائما قصايت فيها نوع من الحكمة وترى على فكرة يعني أخافز علوم اني شعرها الحكمة يتحول الشعر إلى مجرد سرد حكم 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 خلاص يعني يفقد كثير من الشاعرية يصبح مجرد سرد حكم ممكن اي وسرد حقائق ممكن واحد زايد واحد زايد اثنين يعني ممكن ما يصبح مجرد سرد الشعر فيه فيه إحساس وفيه مشاعر وفيه تصوير وفيه عمق ما يعني يصبح الشعر مجرد حكمة كأنه يعني خطبة ما بيشك لكن أنه فيه ملاحظة في الأمسيات الشعرية أنت تختار قصيدة واحدة من الحكم هذه ما تحط تجيب القصائد هذه كلها في وقت واحد يعني في قصيدة واحدة تكفي في مناسبة أخرى تختار قصيدة أخرى صار عندك تنويع في الحكم بس أنت لاحظت الآن قصيدة هذه أنت الآن ما عندك أي قصيدة تلامس الإحساس والمشاعر اللي هي الإنسانية بصراحة فضل عطني رأيك أحساس ومشاعر مثل إيش شنون يعني كثرة أحساس ومشاعر يعني مثلا خليك تتناول جانب عاطفي في حياتك أنت كشاعر وينه ما فيه غزل يعني غزل مش غزل غزل هم حزن فرحة ما فيه أنت الآن كل نصوصك اللي قريتها من أول إحلقاء حتى الآن ما فيها شيء بالتحديد تناول هذه القضية أنا قلتك شخصية والله الهم اسمعني الروح الخاصة الشخصية لك ما يموجود في قصائدك قصائدك نصائح خطابية زي كذا تهتم بالنصح والإرشاد والله أنا بعد التقاعد ممكن أن أنضم للهيئة للهيئة والله تشرف والله الهيئة تشرف كل من ينصح والله لا بشك والله والله العظيم طيب المهم هذه رأي في النصوص بشكل عام ما بشك فيها حكمة قصائد مباشرة قصائد تسرد حقائق من الحكم خلاص تحاول كأنك تأخذ موضوع الناصح بعيد عن نفسك عن روحك عن شخصيتك أنتك أشعر طيب عندك تقول في القصيدة هذه لكن علينا لكن علينا البر صعب من قطاعه هاي اسمها لنا رمزن وجودة وعنوان اسم لنا جودة ورمزن وعنوان اسم لنا جودة ورمزن وعنوان ما تحسن تركيب هذا ضعيف كذا لا اسم البر اسم لنا جودة البر من البر من البريلة هذا يقولون لنا الناس عن البدء البدء يقولون من البر من البريلة رمز ما عليش هتقولها يعني رمزة رمز معروف رمز رمز نحن يبدوه البر البر رمز طيب جودة جودة فيه البر تلقى فيه جودة الطبيعة جودة الرمال الذهبية جودة الأودية يعني ما تلقاه أنا عارف هذا بس ما يتناول يعني ما تقول اسم لنا جودة ورمزن وعنوان تلقى فيها أجبرتني أني أنهي على المناسبة الشاعر هو من يجبر القافية وليست القافية من تجبره من شاعر يجبر القافية لابد لابد عندك نص ثاني اللي هو حسن الخاتمة حسن الخاتمة عطنا يالله يا مطلوب يالله يا مطلوب يا عالم الحال يا عالم جهر النفوس وخفاها يا كاتب الرزق بن يادم والأجيال تعلم سعادة كل نفس وشقاها تدلني واختار من طيبة الأمثال يبيت شئر عالي من استواها استواها واختار طيبة المعرفة طيبة الأمثال نصح انت الخواطر ناهم صح نخافة الله حق في كل الأحوال روح تسعى روح تسعى عدك حسانك عدك حكم ونفس الأسر بسرد الحكم لله در اللي موازينه ذقال اللي منع روح الشقة من هواها من أجمل الأبيات نعم لله در اللي موازينه ذقال نعم هذه الموازين هم القيامة نعم اللي منع روح الشقة من هواها والنفس دائما هواها مشكلة شر شر شريف هواها شر هواها شر طيب عندك تقول في البيت هذا أما رحمها الله في طيب لا لا ما هل تقول إما ولا أما لا أما رحمها الله وله بأما إما رحمها الله إما إيوا عطني البيت هذا إما رحمها الله في طيب الأعمال قضى على روحه وحصل جزاها طيب أنا أقول عندك هنا تكسير في لها بيتها في إما يعني لا لا ما هو إما دائما تقول إما بعدها لازم يجي إيش ولا إما سو كده وإما سو كده إما وإلا إما رحمها الله إما رحمها أو إما رحمها أو سو كده يعني عندك تصير فيه نقص في التركيب صح صح الشاعر سعيد عبدالله العلياني عندك نص اللي هو المجالس العربية صحيح نعم نعم يالله عطنا منه خمسة سترة يالله يا رب يا محي يا ربي من العظام يا مالك الملك ما في الكون شيء محال تدلني ويتنقى من يزيل الكلام اللي يجمل عليه يعتبر راسه مال من بعدها ودي أنصح أصحاب الوفا والمقام نصيحة أن ترضي الخاطر على كل حال نصيحة أن ترضي الخاطر على كل حال عنوانها للمجالس قيمة واحترام واللي ما قدر مجالسنا عليه الملام عنوانها للمجالس قيمة واحترام واجب نقدر مجالسنا مجالس رجال واللي ما قدر مجالسنا عليه الملام له منه ولا يطرح للسؤال صح صحيح صحيح قصيدة تتكلم عن المجالس وآداء بالمجارس وآداء بالمجارس وآداء مشاكل الجوالات اللي حصلت الآن طيب أنا بتناول جزية بسيطة اللي هي على مستوى الجرس الموسيقي اللي هي القافية لاحظ أنت عندك إيش يا أبو زياد تقول يا الله يا رب يا محي رميم العظام يا مالك الملك ما في الكون شيء محا واش تلاحظ عليها ما تلاحظ أن كلها عظام محال كلام مال كلها بنفس الجرس الموسيقي صحيح القافية تختلف أنا عارف لا الموضوع يختلف الموضوع لا بدنا نتكلم عنه واجب نقدر مجالسنا مجالس ريال القافية هذه الأخيرة لا بدنا نحطها لبيت هذا يا الله يا رب يا محي رميم العظام يا مالك الملك ما في الكون شيء محا طيب لو كان جبت القافية هذه الأخيرة على إيلها واللؤونها ما تجي ما تجي عشان نقول واجب نقدر مجالسنا مجالس ريال هذا صلب نعم ومشارط هذا صلب القصيدة أنا عارف أنا أنت عندك آم عظام ومحام الأول قافية البيت الأول إيش هي آم عظام آم يعني نعم والثاني آل آل موسيقيا وحدة ولا ما يبقى وحدة موسيقيا ممكن تكون وحدة هذا ما يخلي فيها حركة وخلي تخليها حلوة جميلة في إذن المستمع بس هذا هي يعني لا صحيح ملحبك بمكانها ما بشك أي نعم ولا مضمونها جزل عندي قصيدة جزلة كذلك اللي هي بذل المعروف عنوانها بذل المعروف بذل المعروف أي عطنا منها مجموعة للبيات قصيدة جزلة بداية في كلامي نطلب الله ربنا المعبود عظيم الشأن سبحانه على كل البشر والي إله الكون كل خالق الدنيا بدون حدود تحت حكمه وتصريفه مسير كل الأحوالي أنا عندي نصيحة والنصيحة راس مال وفوت نقدمها من القلب النظيف بحسن الأمثالي ما نبغى في النصيحة مادحين يمتح وعد نقود اللي بها ترضي القلب العليل وتغلي الغالي أفكر في زمننا والسنين بنقصها والزود سنين ما وراها يا رجال الخير حلالي سنين جائرة وأيام يقفاها ليالي نسود تقلبنا على جنبين بين المر والحالي وحن يا عباد الله بشر تفكيرنا محدود نفكر في الحياة ولا نفكر يوم الهوالي صحر صحر برض قصيدة جزلة فيها حكمة من أروع البيات اللي فيها تقول سنين جائرة وأيام يقفاها ليالي نسود تقلبنا على الجنبين بين المر والحالي وحن يا عباد الله بشر تفكيرنا محدود نفكر في الحياة ولا نفكر يوم الأهوالي أو تغانم في حياتك وبذل المجهود وسول لي سرك وشتهد في طيبة الأعمالي وبعض الناس حي ولا عنه ناشد ولا منشود حياتك من بعدها موته ما تشرب الأموالي صح لسانك أبيات جزلة أبيات حكمة ولكني ما زلت أكرر أن الشاعر السعيد من عبدالله العلياني أبياته فيها كثير من المباشرة ما فيها صور عميقة يا سعيد تصوير ما فيها تصوير صراحة حكمة جزلة قوية صحيح فعاك أنها تخلو من هذا اللي قلتك عندك أنت قلت مرتين بدون حدود يا بو قلت يعني سهل حيننا عبدالله بشر تفكير أنها محدود وهناك الاهل الكون وكل من خالق الدنيا بدون حدود مرتين قلت أنا استخدم يناس العرضة في الموضة البيت مشغور كيف؟ بدون لحدود حدود المنطقة وهنا الحدود هو شي الحاد أو من السيف رحل ني poz longer لحن يا عبدالله بشر تفكيرنا محدود كيف محدود محدود حد؟ تفكيرنا محدود كيف؟ تفكير المحدود معروف له حدود؟ لا بعض الناس يقول اسمح لي تفكيرنا محدود شنون؟ بعد الناس يقول لك تفكيرة حاد تضعك علينا بالعرضة يا أبو اسمح لي وين الجناس ما فيه ولا جناس هاد معروف الشق راحنا نعرفه وانت تعرفه اسمحني نفده بعضنا بتقول والله انسان نظرة حاد وتفكير حاد وانت انت شو قصدك هنا هنا يسعيد يعني التفكير حاد يسعيد يسعيد ما تمشي يسعيد ما انت استعملت تفكير محدود هو محدود وهناك الدنيا محدودة استعملت اللفظ المفردة مرتين خلاص طيب اترك هذي معلم سوف نتغرق تقول اله الكون كله خالق الدنيا بدون حدود كيف خلق الدنيا بدون حدود الدنيا لا حد ولا نهاية وكل شيء معروف لا الدنيا زائلة كلها البحر ما لا حدود والطبيعة الأرض ما لا حد من قال هذا علماء الفلك يقول كلام هذا البحر ما لا حدود لا ما لا حدود من يقول كذا كل البحور معروفة لا حدود حتى حدود دولية وحدود أقليمية كيف ما لا حدود لا حدود في العمق وحتى في العمر الدنيا زائلة لا حد ولها عمر معروف إذا كيف تقول إله الكون كل خالق الدنيا بدون عدود الدنيا لها حد معروف ونهاية في يوم intéressant كل الشي لا نهاية لكن الدنيا بدون حد ما لها حد ما لها حد يعني ما لها وقت وقت قريب ويتنتهي ما تدري بترني في وقت ماتدري يعلم عندي الله أنت دنياك دنياك أنت هي ترح تنتهي بنهايتك أنت أنا أنا نعم صح ودنياي أنا ودنياي شهر تنتهي إذا الدنيا لها عدود سواء الدنيا بشكل عام أو دنياي ودنياك الخاصة كيف أنت تقول بدون حدود؟ صح أو خطأ؟ كلامك صحيح صحيح؟ صحيح الله يبيض وجيك سلام الله أعطيك العافية الشاعر سعيد بن عبدالله الواسي العليان بيض الله واجه الله يطول عمرك شاعر مجزد وشاعر عرضه صوتك مميز وبيض الله واجه شرفتنا أنتهت الحقيقة إذا كان عندك كل ما أخير الله يطول عمرك أول شيء أبو مشاري الحقيقة أنا والله أشكر قناتكم واستطابتكم وكذلك المشاهدين يتقبلون كلامي وقصائدي بصدر الرحب ولا يعني نقد أبو مشاري أنه الملاحظات اللي ذكرها يعني في المستقبل إن شاء الله بنكتب قصائد فيما يتعلق بإحساس الناس يعني الإحساس اللي هم يحتاجونه خاصة جيل الشباب جيل الشباب القادم يحتاج فعلا يعني القصائد هذه يبدون أنها لسن معين فأنا بأدخل الحقيقة ملاحظاتك هذه وتوجيهاتك ونقدك أعتبره وسامع على صدري وشهد الله والله بالعكس هذا هو عمل شكرا لك والله يعطيك العافية الله يطول عمرك مشاهدين الكرام وهكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج عدا ونقدا كانت هذا الأسبوع مع الشاعر سعيد بن عبدالله العلياني شكرا له وشكرا لكم ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج عدا ونقدا يا الله يا مطلوب يا عالم الحال يا عالم انجهر الصدور وخفاها يا كاتب الرزق ابن آدم ولا جال تعلم سعادتك للنفس وشكاها تدلني واختار من طيب الأمثال بيات شهر عالي المستواها واختار واختار من طيب الحكم طيب الأقوال نصايح تعد الخواطر مناها مخافة الله حق في كل الأحوال الروح تسعى في رضا من هداها مخافة الله حق في كل الأحوال الروح تسعى في رضا من هداها والحق نور لا على وجهها ظلال نور القلوب اللي يجلي أعماها والعمر معاده على الموت لو طال في مبتدى دنياه لا منتهاءها ما ينفع الإنسان جاهل ولا مال صارت أعمالك كثيرا خطاها إما رحمها الله في طيب الأعمال قضى على روحه وحصى الجزاها لله للأهدر اللي موازئنا هفقال للي من أروح الشقا من حواها والخاتمة في جنة الخلد من زال بالدين وعمال جليلة شراها الشاعر سعيد العدياني